رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم رح نتحدث على موضوع آخر وهو الميتوني الميتوني واللي معناه الجناس يعني شيء من جنس شيء زي نعني هنا يعني يختلف أكو اختلاف عن التعارف الأخرى نحن أخذنا البلوسي هي الميتوني تقريبا نفس البلوسي ولكن خلي أنطيك مثال وراح تفهم شن معنى الميتوني قبل أن نأخذ المثال هذا هو تعريف الميتوني هو مهم الجناس أو المجاز هذا لازم تحفظه يعني كلمات يستخدم من بدل من كلمة أخرى وهذا المعنى الكلمة ترتبط ارتباط قوي فيها في الحياة اليومية يعني مثلا نحن عندنا البطل دائما المي المي مرتبط ويا البطل عندنا مثلا الكار مرتبط بالعجلة الهاوس مرتبط بالسقف يعني هيتش زي نعني فهذا هي الفكرة من أنه أكفت شيء مرتبط بشيء معين يعني من نذكر هذا الشيء يجباننا هذا الشيء الآخر زي نعني فهذا هو الميتوني بتعريف هذا وهذه الأمثلة قدامكم هذي مو مو مهمة ها يعني يعني إذا أستاذك ما أخذها فأنت أوكي يقراه بسان باقي مو مهمة لأنها موجودة يعني تتحدث على موقف معين بالولايات المتحدة الأمريكية أما بشكل عام يعني إحنا كهذه المادة فما حد يعني ركز عليها وأنا نطقتكم الأمثلة أنه دائما شيء مرتبط بشيء مثل ما شفتوا الأمثلة قدامكم مثلا عندك هنا The President الرئيس مرتبط بالباق The White House اللي هو البيت الأبيض شوف هذا الشيء يعني حسب ثقافتهم هما يعني كأمريكان أما إحنا بالعراق يعني مثلا نتقول رئيس برلماني يجب بالك أو كذا من يجي مثلا ببالك برلماني يجب بالك سرقة يعني يجمعناها تقريبا يعني وأكيد مو الكل كل منه حسب أخلاقه فأنت هنا تحفظ التعاريف وحفظ الأمثلة اللي عليها أحفظ التعاريف وحفظ الأمثلة اللي عليها ترجمة نانسي قنقر